أم طيفي الشيخ سألت عدة أسئلة تقول الحجامين في البيت أو الحجامات عندما يكون هناك شخص فيه مس سيعملوا حجام له فيطلبون المزيد من المال هل هذا جائز؟ الأجرة بين الحجام والمحجوم بحسب التراضي بغض النظر عن أي شيء آخر بحسب ما يتفقون عليه فتكون الأجرة بالتراضي لكن يعني ننبهنا إلى أن بعضهم يدعي بأن هذا الإنسان فيه مس والواقع أنه ليس فيه مس قد يكون عندها مراض نفسي قد يكون عندها شيء آخر لكن الجزء بأن فيه مسا هذا يحتاج لدليل فليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا إلا إذا وجدت قراء مجتمعه قوية هذا ممكن لكن في كثير من الأحيان يدعي بعضهم أن هذا فيه مس والواقع ليس كذلك أما بالنسبة للأجرة الأجرة تكون بحسب ما يتراضون عليه سؤال الآخر